نادي الزمالك عن محمد عواد محمد عواد بعد ما جنش رجع من الاصابة مرة تانية وابو جبل متقلق بشكل كبير جدا وبشكل ملفت وخلاص انضم للمنتخب او لو كان فيه انضمان او معسكر قادم للمنتخب لمباراة توجه كان حراسة المارمى هتكونش انه ابو جبل وزي ما قلنا الحباباتكم ومحمود جد حارس مارمى نادي امبي لكن برجوع جنش بقى عواد فرصته انه هو يشارك مع نادي الزمالك اعتقد انه هي ضعيفة وانه هو كمان مش حابب انه هو يكون موجود على دكة البودلاء عواد من الموسم القادم ما اعتقدش انه هيكون ليه مكان في نادي الزمالك وقال على دكة البودلاء نادي الزمالك بدأ بالفعل يدور على محمد عواد يدور له على عقد او عرض في احدى الدول العربية علشان يكون موجود ويحاول استفيد ماديا خصوصا ان اللاعب رفض تماما انه هو ينتقل الى نادي الاسماعيلي وانه هو حابب انه يرجع مرة تانية الى التجربة في دوري السعودي يعني هنشوف اخر الموسم هل عواد هينجح انه هو يجيب عرض من نفسه ولا نادي الزمالك هينجح انه هو يسوق اللاعب لكن في كل الاحوال النادي وعواد متفقين على ان اللاعب ما يكونش موجود الموسم اللي جاي ودي رغبة على فكرة عواد اللي مش عايز يكون موجود على مقاعد البودلاء هو شايف انه هو في مرحلة لازم يلعب فيها لازم يكون موجود في منتخب مصر وبالتالي دي الرغبة لللاعب مصالها المجلس الادارة مصالها اللي مش في العام على الكرة لكن اللاعب بيقدل عليه بيتمرن ما عندوش اي مشاكل نفسه كلام نادي الزمالك اتمنى ان العواد يكون موجود لكن ظروف كرة القدم في بعض الوقات بتجبر اللعيبة ان هي طرحل في بعض الوقت علشان تشوف فرصة تشارك فيها كلاعب اساسي الفترة اللي موجودين فيها حاليا حصل فيها توقفات للانشطة في دول كتيرة جدا وفي كل العالم بنتكلم في 80% من دول العالم حصل عندهم طاقة في الانشطة الرياضية وبالتالي لعيبة المحترفة اللي موجودة مع نادي الزمالك بنتكلم في بين شرقي وأنج موافر جاني ساسي بالفعل غادروا القاهرة على بلدهم علشان يقضوا الاجازة جنب الاهل والاحباب والاقارب وبالتالي كمان ينتهزوا فرصة توقف الدوري علشان يكونوا قريبين من اهلهم زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله يعني شدة وهتزول وكل حاجة تبقى كويسة والنشاط ان شاء الله يرجع تاني بس اهم حاجة في الاول وفي الاخر ان صحة المصريين وصحة العالم كله وان صحة البشر اهم من اي شيء اهم من كرة القدم اهم من الرياضة اهم من الفلوس اهم من كل حاجة علشان كده دعمنا قرار رئيس الجمهورية وبندعم اي قرار بيطلع بيحافظ على شبابنا وعلى ولادنا وعلى حبيبنا وعلى ابنة ان شاء الله كل حاجة ترجع تاني على خير نهاردة كان فيه يمكن خبر كده او بعض المعلومات اللي جات لنا عن نادي امبي عمل خطوة مهمة جدا خطوة رائعة خطوة بالدول ان فيه وعي فيه الكرة المصرية في الرياضة المصرية مش بس فيه لعبة كرة القدم او ان هي اللعيبة اللي موجودين او الاجهزة الفانية لا ده كمان الاجهزة الادارية بسم الله ان شاء الله عندها وعي ان هي ازاي اتحارب الفيروس اللي موجود دلوقتي وان هي ازاي تبعد اللعيبة اللي مفرود هم جزء من المسئولية جهاز الاداري مجلس الادارة اللي بيكونوا موجودين في كل الاندية مش بس ادورهم ان هم يكونوا موجودين لما اللعيبة تمضي عقود لما اللعيبة يكون عندها مشاكل لا ده ازاي تحمي لعبتها من اي لقدر الله مرض ممكن يصبها أو ممكن لقدر الله يكون فيه بعض الشواب أو يكون فيه بعض الأزمات إزاي يحموا لعبتهم وياخدوهم كده ويعرفوا أنهم ما يتعاملوا معهم وده انبي اللي عمله انبي عمل قرارات رائعة جدا جدا علشان يحمي لعبته من أي فيروس أو حتى أي تجمع ممكن يكون موجودين فيه نادي انبي عارفين أو أي نادي كوري القدم الفترة اللي جاية دي لو بعد عن التدريبات لفترة طويلة يعني حتة النفس أو حتة المجهود البدني اللي حضراتكم عارفينه ده بيكون فيه مشكلة وبيكون فيه فترة إعلاد مرة تانية وبيكون فيه كلام كتير جدا جدا فأنا أقول لحضراتكم بعد ما ناخد المكالمة دي إزاي نادي انبي بدأ أن هو يتصرف مع مواجهة فيروس كورونا وإزاي بدأ يتعامل معاه بعد ما نروح للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبيا يا فنم مرحب بحضرتك أخبار حضرتك يا فنم كله تمام طبعا ما فيش صوت يعلو فوق صوت المصلحة العامة حماية المصريين كلهم إن طبعا أولادنا أريبنا إخواتنا عايزين على قد ما ننظر نحميهم علشان كده فنم تاخد قرار بواقفة جميع الأنشطة لكن بقى أكيد يعني في تعليق حابب حرارك أسمعه منك حابب كمان تتكلم حرارك في الفترة اللي جاية كل حاجة طبعا يعني هو طبقا لرؤية الدولة والقيادة الدولة والدولة في رئيس الوزراء ومعادي وزير الشراب وغياضة والجلسات اللي أخدنا اللي عادنا معاه فيها أمبارح وأول أمبارح واللي تواصل الدعم اللي بيننا ومن بعد لازم طبعا أهم حاجة حفاظ على الشراب المصري والغياضيين المصريين فاخدنا الإجراطة الاحترازية اللي احنا عملناها دي لأن طبعا يعني فيروس الكورونا مش فيروس قوي جدا ولا حاجة إنما المشكلة كلها لو كمية ناس أصيبت هيبقى صعب علاجهم في نفس الوقت لأن الاستعدادات عمرها في أي دولة في العالم مش هتبقى جاهزة للحاجات دي إنما الحاجات الفردية أو البسيطة إن شاء الله الدولة قادرة عليها وكل حاجة فإحنا لازم نوقفين مع الدولة وطبقا لتعليمات الدولة أن احنا نقدر نعمل كل الإجراطة الاحترازية نقلل التجمعات نقلل الاختلاط كل ما أمكان فالأسبوعين دولة إن شاء الله نعمل الموضوع ده وبنعقم الأماكن اللي فيها اللاعبين أو المكان المعسكرات وفي نفس الوقت يعني احنا مثلا الاتحادات عندنا قللنا لعداد كثير من الموظفين لجنة أمبية تقريبا اتقفلت كاملة فيها عشر موظفين بسيارة الأعمال وحنعقمها كلها فرصة فالحمد لله دي كل إجراطة الاحترازية كلنا وعين بها وماشيين عليها وإن شاء الله تبقى بداية كويسة للحفاظ زي ما مصد دايما بتحفظ على أولادها أو شبابها أو أبطالها موقف فنة من لجنة الأولمبية من لو في بعض المتشاط الودية لبعض الفرق علشان حراك عارف أن يعني كرة القدم أو أي لعب يماري في سرياضة لو بعد عنها شوية هيبقى الموضوع صعب جدا أنه يرجع تاني من أول وجديد من غير فترة إعداد هل في موقف للجنة الأولمبية لو بعض الفرق طلبت تلعب متشاط ودية؟ والله إحنا طبعا إحنا عندنا الإعداد والإعداد بتاع اللاعبين ومنتخباتنا للضواء الأولمبية من اللي تآهلوا لها أول اللي هيتآهلوا مش ما تشمالش مش مشمولين في الخرار بتاعه وقف النشاط إنما طبعا إحنا الإعداد ماشي وكل حاجة ماشي طبقا للخطة في نفس الوقت مع معارض الاحتياطات الطبية كاملة من التعقيم وخلافه وكل الحاجات دي وعدم الاختلاط كل ما أمكان وعدم التخارب والسلام والحاجات اللي إحنا حطناها دي إن طبعا إحنا نقدرش نقف زي ما حضرتك تفضلت وقلت الكلام ده ما نقدرش نقف نقف يبقى عندنا ماتش بكرة أولا نقف ويبقى بعد شهر عندنا الأولمبياد ولا حاجة ولا حتى بعد الخمسطات اليوم عندنا تأيين طبعا الكلام ده كله إحنا مراعينه وزي كان فيه حد عايز يلعب لأن المصطحبت أنه حيلعب لأنه داخل على بطولة كبيرة أكيد حيبقى فيه نظرة للموضوع ده زيها زي الإعداد بتاعت الفرق بتاعت التوكيو بإذن الله الأولمبياد التوكيو 2020 طب كرة القدم فهل ما المسموح بالتدريبات؟ هل مسموح ببعض الماتشاط الودية للفرق لو طلبت؟ أولله طبعا لو طلبت وكان فيه وفيه كان ضرورة وكان فيه ضرورة مثلا داخلين على بطولة أفريقية يعني عارفة أن الماتشاط بتاعت أفريقيا هتبقى في شهر خمسة فلسه احنا بادل شوية لما طبعا الضرورة تبيح المحذورات لو كان فيه أي حاجة ضرورة وإحنا هنشوفه الدولة هتشوفه وغضا هتشوفه أن الكلام ده تنيا وإحنا هنشوفه أنه تنيا واجب ولازم أكيد أكيد هنتحرك لهذا الاتجاه أكيد 100% طبعا طب يا فنم يعني بمعنى كلام حضرتك أن كده الفرق الرياضية أو الفرق القروية تدريباتها وكده تبقى وقفة في الفترة الحالية وأن هم لو حبين أن هم يتمردون لازم يكون فيه تنصيق ما بينهم وبين وزارة الشباب والرياضة وبينهم وبين اللجنة الأولونقية مثلا بالضبط يا فنم بالضبط يا فنم يعني ما بنحصرش الرياضة فقط في كورة القدم الرياضة عندنا 28 اتحاد تاني في ألعاب رياضية تانية كتير بس عارفك أن كورة القدم يعني تحديدا زي ما عارك عارف منافساتها كتير الضوء بيبع عليها أكتر وبالتالي احنا بس بنطمن اللعيبة بنطمن الجمهور بنطمن أولياء الأمور أن كل حاجة الحمد لله ماشي بشكل كويس فنم لا ماشي بشكل كويس طبعا أنت عايزين نتكلم إذا هنتكلم كان هتكلم على المنتخب بتاعنا المتقاهي يكون ذو خدمت أهل لطوكيو وعنده خطر عنده إعداد وعنده خطة إعداد وعنده كل حاجة مش الدوه المحلي وبس الأهم منه المنتخب هيلعب والمنتخب الكبيرة هيلعب في التصفيات الأفريقية وكذا كل الحاجات دي كلها عاجلت طبعا هتطراعوا كل حاجة مفيش حاجة صلبة وجمدة إنما كل حاجة لها تبرير وهدف واضح أكيد هيبقى فيها استثناء ويبقى فيها كل حاجة يعني مفيش أي مشكلة في الموضوع ده إنما حاليا الأسبوعين الجايين دول ما أظنش حد في حاجة لغاية دلوقتي للموضوع ده ولا حد يتكلم في الموضوع ده نأمل الأسبوعين دولي عدوا الدنيا ربنا يسهل الدنيا وكل حاجة وكل حاجة تمشي كويس ويبقى كل حاجة تحت السيطرة بعد كده إن شاء الله يتفتح كل رياضة وكمان دي بقى الجمهور موجود ما فيش مشكلة يعني إن شاء الله يعني نقدر نمسك نفسنا الأسبوعين دولي بقى يبقى كويس بإذن الله طب أفن المعليش أنا كل أسبوع بس أل حضرتك عن الأولمبياد هل في أي جديد هل حصل يعني بعض الخطابات اللي موجودة من بالنسبة للأولمبياد تطلعوا عشرين عشرين هل فيه نية إنها ممكن يكون فيها تأجيل أو نية تتأجل حتى لنهاية العام أو تتنقل من اليابان ولا كل حاجة ماشية تتنقل من اليابان دي استحالة طبعا إنما تتأجل ده استحالة طبعا لين عملوا منشئات وصدروا من فلوس عايزين استعرضوها تاني بالجمهور اللي حييجي إنجلترا أعلنت إفندي من إن هي جاهزة صح كده لو في أي حاجة إنجلترا أعلنت إن هي جاهزة وممكن بكرة البرازيل اللي كان عندها الأولمبياد من أربع تين حتى تبقى جاهزة أي حد يهمه جدا ياخد الأولمبياد لأنه حيدخله داخل كتير إنما اليابان لا يمكن حتى تنازل عن الكلام ده ممكن تأجله لأن الغير دلوقتي لو كل الناس في فترة التأهيل كل من كانوا لها حق التأهيل وتأجلت مطشرة التأهيل بتاعته واستعادوا عنها قبل التاريخ ده وقضروا ما لم يعني يعكر الكلام ده الناحية الطبية نحن عندنا يوم الأربع الجايز ساعة خمسة اجتماع بالفيديو مع ثومة صباح رئيس اللجنة الأولمبية ومع اللجنة الأولمبية المصرية إن شاء الله ساعة خمسة وعشان نشوف هيقول لنا إيه وإحنا بنحضر له برضو بعض الاستفسارات اللي إحنا بنسأله لأنه إحنا برضو بحضرين له شوية عاجات حيبعتها له من بدريا عشان يبقى يهد عليها الساعتها ويهدريسة برضو اللجنة الطبية بساعته قابلها ويحضر نفسه واللجنة القانونية وكل المعنيين فإن احنا يهمنا جدا جدا إن احنا ندخل الدورة الأولمبية الدورة الأولمبية في معادها إحنا جاهزين والدولة الحمد لله دعمتنا دعم جيد جدا والتناغم اللي موجود ما بين اللجنة الأولمبية والوزارة والدولة فأحسن أوجهه فإن شاء الله إحنا جاهزين لأن احنا نقدر ننافس ونعمل حاجة نأمل بقى ان احنا دوقناك في الوقت ده والنافس والنافس ونرجع بولدنا سلام وكل حاجة كذبانينه وقاحسن صحة فدي اللي هنسأله ويوم الأربع على زي دلوقتي إن شاء الله لو قلنا لقاء أيضا نقول لحضرتك كده الملخص اللي حصل واللي حيحصل إن شاء الله في الدورة الأولمبية شكرا جفانم شكرا جزيلا للمهندس إشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عايز بس سريعا أتكلم على موضوع إن بي كده في دياتين كنت بتكلم مع كابتن عبد الناصر محمد مدير الإداري أو المسؤول عن فريق كرة القدم ومدير ومدير الكورة بندي إن بي على يعني بتستعده إزاي بتعمله إيه إزاي هتواجه فيروس كورونا بالصراحة كان رده عجبني جدا وعجبني الفكر اللي هو بيفكر فيه إن هو إزاي بيحافظ على أولاده وبيحافظ على اللعيبة اللي موجودين مع نادي إن بي وقال لي إحنا أخذنا بعض القرارات أنا هابعت فويس نوت لكل اللعيبة اللي موجودة من لعيبة إن بي وقررت كالتالي أول حاجة اللعيبة هتيجي من البيت تتمرم من غير ما تخش قط اللبس وترجع تراوى على طول من غير ما تستحم اللعيبة ما فيش حدا يخسر له